أطاحت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الطارف بعصابة إجرامية تنشط في مجال المتاجر بالمؤثرات العقلية تتكون من ثلاث أشخاص انحدرون من ولايتي الطارف وسقهراص طرح عمرهم بين 30 و40 سنة حيث تم خلال هذه العملية ضبط وحز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 5,633 قرصا مهاروسا من أنواع مختلفة بالإضافة إلى مبلغ ملي وعدو من عائدات البيع داخل مركبة كانت تستعمى الكواسيل لنقي وتخزين هذه المؤثرات العقلية تفاصيل أكثر في ميكروفون محمد بن كاموغ تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من توقيف شخص خاطر مختص في المتاجر وترويج المؤثرات العقلية على مستوى ولاية الطارف تم خلال هذه العملية حجز وضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 5,633 قرص من مختلف الأنواع بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يعتبر عائدات عمليات الترويج وكذا مركبة يستعملوا هذا الأخير في نقل كميات هذه الأقراص المهالوسة وكذا تنقلاته بين الولايات ترجمة نانسي قنقر